واحد من افضل مهاجمي كأس الامم الافريقية واحد من افضل اللاعبين اللاعبوا في كأس الامم الافريقية الاخيرة واحد من مفاجآت كأس الامم اسمه رائع جدا قدم مستوى كبير جدا في هذه البطولة لاعب له قصة درامية كبيرة جدا قدته لكم قبل كده اللاعب ده كان موجود في دار ايتام وقعد فترة حوالي عشر سنوات من عمره في دار ايتام كان في البرتغال وبعد كده راح على انجلترا في منشستر رينايتد وبعد كده خاط رحلة احتراف فيها اكتر من نادي الى انوصل الى رايو فيكانو الاسباني تألق جدا مع منتخب كاب بيردي المنتخب اللي تألق وكان واحد من اهم المفاجآت هذه البطولة منول بيبي لعب كاب بيردي وصاحب افضل هدف في كأس الامم الافريقية امام منتخب موزنبيك معايا الان عبر زوم يا فن المشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر انا مبسوط جدا يا كريم ان انا النهاردة معاكم على قناة مصرية يشرفني ان اكون معاكم لان مصر بلد كبير مستوى كبير قدمته انت وزملائك مع منتخب كاب بيردي في هذه البطولة كأس الامم الافريقية وكانت كاب بيردي واحدة من اهم مفاجآت هذه البطولة على ضوء ما قدمته في المباريات على مدار البطولة وانت تحديدا كنت احد ابرز لعيب البطولة بشكل عام كيف تقيم ما قدمته كاب بيردي في هذه البطولة وتقيم ايضا مستوىك في هذه البطولة الحقيقة انا مبسوط جدا بالاداء اللي احنا حققناه كفريق كاب بيردي طبعا احنا بنطمح ان احنا نقصر بتأثير اكتر من كده في اللعب انا مبسوط كمان ان فريق كاب بيردي قدر يثبت عالميا سواء في افريقيا او سواء دول اوروبا ان احنا عندنا لعيبة تستحق الاحتراف طبعا انا كلاعب في منتخب كاب بيردي ده شرف لي كبير ويخليني دايما ان انا ابقى مقدمة في اي فريق اوروبي هدف رائع جدا سجلته في منتخب موزنبيك هو الافضل في كأس الوام الأفريقية تصويبة عبرة للقرات كل العالم تحدث عن هذه التصويبة ازاي بتفكر انك تصوم من هذه الاماكن وشفنا ده على مدار البطولة سواء في كرات متحركة او كرات سابتة دايما بتاخد القرار بالتصويب والتصويب القوي جدا هو طبعا هي لعبة انا بكون متضرب عليها وبرضو الموضوع مش بيبقى مترتب يعني مش بيبقى مترتب في الملعب ولكن لما بيجي لي الفرصة ان يحصل ان انا ممكن اصوب وشهود من الاماكن الخاصة اللي انا متضرب عليها دي بتبقى اسهل لي وطبعا انا ده بيبقى في بالي طول الملش وطول الملش بيبقى في بالي ان انا افكر ان انا ممكن اجيب هدف من الاماكن دي ترجمة نانسي قنقر